موسيقى زي ما كنت بقول لحضراتكو زي ما حضراتكو عارفين الفترة دي أكيد بتشهد استضافة بطولة أمم أفريقيا لليد والنهاردة هيكون عندنا يعني النهائي بين مصر والرأس الأخضر وكمان هتنطلق يعني النهاردة بطولة العالم للسلاح في مصر ملفات أعتقد في غاية الأهمية وفكرة برضو استضافة مصر لبطولات قرية ودولية أكيد بيعكس بشكل كبير الحقيقة يعني لقدرة مصر على تنظيم واستضافة كبرى الأحداث زي ما بتال خلينا نرحب بالأستاذ علي البحيري الناقض الرياضي عشان نتناقش بقى في كل حاجة صباح الفل صباح الفل على حضرتك صباح الفل على كل المشاهدين كل سنة حضرتك طيبين وأنا حبدأ بالنقطة اللي أنا اتكلمت فيها الأخيرة وهي فكرة هنا استضافة مصر لبطولات دولية وهي عندك وفود من كل أنحاء العالم بتيجي وبجانب أن هي بتشارك في فعليات رياضية هي بتروض لي السياحة عندك وعندك صحافة عالمية وعندك إعلام عالمي فبتالي كل دي إنعكاسات طيبة جدا على وضعنا الحالي زي ما حدك قلت كلام ده طبعا صحة طبعا جدا يمكن بداية من كوفيد 20 يعني كوفيد 19 قصدي الموضوع بدأ أن مصر بدأت تصديف كل البطولات العالمية في كل الألعاب الرياضية طبعا كانت خطة للدولة المصرية للتشجيع السياحة في نفس الوقت سقط الاتحاد الدولية كلها الألعاب كلها في مصر مصر من ساعة الكورونا من 20-19 في آخره يعني أو 20 بداية عشرين وعشرين مصر حتى الآن في عشرين وعشرين مستضيفة أكتر من 140 بطولة عالمية في كل الرياضات وبطولات كبيرة يعني مش مثلا بطولة فيها 13 دولة لا فيه بطولات فيها 80 دولة زي بطولة السلاح مثلا اللي بدأت في مصر من يومين والنهار ده يفتح بتحر لسمي البطولة دي فيها 103 دولة أكتر من ألف لعب ولعبة من كل أنحاء العالم يعني من كل أنحاء العالم فأنا أعتقد أن مصر ستضيف يعني كل البطولات الدولية في كل الألعاب بطولة عالم سواء شباب أو ناشين أو كبار أو حتى بطولة عالم أو كاس عالم في كل لعبات ده طبعا بيشجع السياحة طبعا بيدي ثقة كبيرة جدا لاتحاد دولية في مصر بيدي كمان استفادة مادية لمصر استفادة في السياحة كمان أنا شايف أن مناصب دولية كمان لمصر في الاتحادات الدولية ده كمان مهم جدا بالنسبة لنا خط الدولة المصريكة تواضحة جدا في الموضوع ده أنا شايف أن ده استثمار شايف أن ده حاجة مهمة جدا للبلد وكمان بيدي انعكاس للرياضة في مصر وبيطورها وكمان أنا فاكر أن توماس بخ رئيس اللجنة والمبيادة الدولية قال بعد انتهاء بطولة العالم لكورة اليد اللي هي أول بطولة في العالم يطبق فيها نظام البابل سيستم أو الفقاعة التبية قال أن مصر نظام بطولة علامية طبعا نقلها نقلها الأولمبياد توكيو 20-20 في اليابان طبعا مصر هي البداية من كل حاجة فأنا شايف أن ده مهم جدا لينا ومصر نجحت في سدافة بطولة رياضية كلها ولسه كمان بنصديف أكتر من بطولة بص دي حاجة كنا كلنا كمصريين من طالب بيها يعني من كم سنة فاتت وكنا بنقول له وإحنا ليه مش على خريطة البطولات الدولية وتنظيمها وكان عندنا زي ما تقول كده روح الهزامية علي لقول لك وإحنا ليه مش زي بقيد دول العالم إحنا لا ما نقدرش وحاجات زي كده فجأة لقيت نفسك من أعلى الدول وبتنافس بشكل كبير ويعني مش بس بتطلع الحاجة طاليق بالبطولة طاليق باسم بلدك فلا فيه طفرة حصلة بشكل كبير جدا والتنظيم أكتر من رائع الواحد زمان كان بيشوف برضو تنظيم عشوائي فيه نقلة خلينا نقول فعلا حصلة على أرض الواقع وحاجة مشرفة فعلا دي نقطة خلينا بقى نروح ليه المطش النهاردة ومنكلم عن مصر ويه الرأس الأخضر طبعا فيه فرق كبير في الرانكينجز وفي كله ودس دخلة بتقولك مصر الجيم في جبهة يعني خلاص بس فيه نقطة أنت ممكن جدا الثقة الزايدة دي تعمل عكسي أو تبقى لها نتيجة عكسية على الأرض إزاي نخلي بالنا برضو من النقطة دي لأن تعرف الثقة الزايدة بتبقى موجودة في بعض الأحكام يمكن زي ما أحدك قلت في مصر طبعا ستواجه الرأس الأخضر بطولة أم أفريكا الكورت رياد رقم 25 للرجال بتقام في مصر في صلة أكتور حسن مصطفى في صلة أكتوبر الدولية يمكن منتخب الرأس الأخضر هو عامل مفاجأة والحصان إستوى في البطولة وصل لنهائي الأول مرة في طريقه أول مذابت ويدي تاني مشاركة لي البطولة اللي فاتكت في تونس 2020 شارك وحقق المركز الخامس فتطور رهيب جدا لأنه تاني مشاركة ويوصل الفاينال فاينال قدام مصر بطل أفريكيا حامل اللقب وطبعا بطل أفريكيا سبعة مرات منتخب مصر طبعا مش عادر أتكلم عنه كتير لأن منتخب مصر كل العالم بيتكلم عنه بالذات الفترة الأخيرة 2021 منتخب مصر الدنمارك ومصر بحقيقة بتواتي العالم الكتفة مصر حامل اللقب طبعا منتخب الدنمارك ومصر طبعا يمكن عملت ماتش تاريخي وصل لرميات جزائية كمان منتخب مصر أول منتخب عربي وأفريكي في أولمبياد توكي يوصل مربع زهبي فتح عاجة محصلش في التاريخ قبل كده منتخب مصر واخد في ضد ضحر البحر متوسط ويمكن كان قريب من الدهبية يمكن بس أخطاء بسيطة قدام منتخب أسبانيا منتخب مصر وبطل أفريكيا اللي فات في تونس قدام تونس في أرض تونس وكسب تونس في النائق قدام جمائرهم فمنتخب مصر ما عنده العديد من اللاعبين كمان المميزين في أكبر دورات الأوروبية علي زين طبعا نجميناد الأهل السابق ونجمي بارشلنا السابق ونجمي دينال بوخريست وعندك محمد سند من هدفين الدور الفرنسي وأفضل جناح أيمن يحيي خالد فيسبر من مجري لو عاد تتكلم عن لعيبة مصر كتير جدا ومعنا طبعا مدرب اللي هو الإسباني روبيرتو جارسي باروندو أفضل مدرب في أوروبا 2019 واخد دائرة أبطاء أوروبا واخد توت أفريقيا مع منتخب مصر بدين شاء الله طبعا اللقب التاني والتاني على التوالي فمنتخب مصر طبعا منتخب كبير لكن كل شيء وارد في الرياضة أنا اتكلمت مع المدرب باروندو بعد ماتش تونس في المؤتمر الصحفي وبعد المؤتمر الصحفي باروندو قالها صريحة أنا هجهز الماتش زي أي ماتش لكن طبعا فيه طغط علينا غير المنتخب التاني منتخب التاني زي لو الرأس الأخضر طبعا هو مش هيفرق معي حاجة النهاردة هيلعب قدام مصر في جماهير هيلعب ولا كأن فرق معي حاجة هو بيلعب نالأو مرة في تاريخه فالقب هتستمتع أنه بتلعب ماتش زي ده وهيب عندهم أريحية احنا لدينا ضغوط زي ماتش تونس احنا كعندنا ضغوط كبيرة جدا نحب نلعب قدام تونس قدام جماهيرنا سيمي فاينال وماتش مصر وتونس دايما ديربي عربي أفريقي دايما فيهم مواجهات مسيرة جدا زي آخر سنوات طبعا مصر وتونس آخر كم سنة هم الفاينال في هم أفريقيا المرة يتقابل في السيم الفاينال فكت مبارسة منتخب مصر قدري يكسب 29-27 في السوان الأخيرة لكن أنا شايف منتخب الرأس الأخضر لا يستهم بي منتخب قوي جدا منتخب عنده عناصر مميزة وكمان عنده قوة بدنية وسرعات مهمة جدا لكن أنا وصل طبعا في منتخب مصر وفي باروندو في الجهاز الفني وفي لعيبة منتخب مصر نما النهاردة هيروحوا الجميل كلها فرحانة باللقب بإذن الله ده يحصل وفكرة برضو عندنا لو بصينا في تفاصيل المنتخب شوية هتلاقي في حاجة حلوة قوي أنت عندك مزيج ما بين الخبرة ومزيج ما بين الشباب فلما الشباب العنصر الشاب والخبرة بيجتمعوا تلاقي برضو قوة مختلفة ونتمنى وأنا بعد إجابتك أنا عايز أربط ده شوية بكرة القدم وإزاي ممكن أن نتقلق زي ما احنا متقلقين في اليد كده ينعكس برضو على كرة القدم المصرية يمكن زي ما حضرك قلت فعلا منتخب مصر مزيج بين الخبرة وبين الشباب وبين النجوم الصفوة في أوروبا زي علي زين ومحمد سند وكريم هنداوي ويحيى خالد ويحيى الدرق اللي هيروح في إزبرين برضو منتخب مصر عنده وعناصر كمان شابة يمكن برندو اختار أكتر من عنصر شاهد في البطولة دي أحمد خيري رجع منتخب مصر وبرضو لعب برضو كويس جدا عندنا شادي خليل عندنا فيصل في لعبة كتيرة جدا صغيرين دخلوا مع المنتخب مع اللعبة الكبار طبعا حسن أداح برضو حسن أداح دخل منتخب مصر من سنتين تلاتة بعد طبعا متولة العالم للنشئين اللي خدوها في مكدونيا كان مصر بالزهبية فطبعا دخل مع المنتخب وحصل مزيج مع اللعبين الكبار ودخل في وسط الفرقة وبقى من نجوم المنتخب وبقى بيلعب أساسي كمان فأنا شايف أن منتخب مصر بقى فيه مزيج من الخبرة ومن الشباب ومن النجوم اللي في أوروبا فده مهم جدا منتخب مصر وجيل واعد وجيل يقدر يحقق نجاحات كبيرة وبيحقق لحد دلوقتي فأنا شايف ده مهم جدا الحتة اللي حديك تاني اتكلمت عليها بتاعة الكرة القدم أنا شايف أن كرة اليد هي أنجح لها جماعية في مصر بدون شك جماهرية لا مش جماهرية أنا أتكلم كمنظومة بيضية نكحة نكحة نكائج وإنجازات طبعا الشعباء الليقول الكرة القدم ده طبيعي في الإعلانات وفي البس وفي كل حاجة ده طبيعي لكن هي اللعبة التانية جماهريا في العالم هي كرة اليد واللعبة الأنجح في مصر جماعيا هي كرة اليد ليه بنقول جماعيا لأن مصر بطل عالم للنشئين مصر ثلاث عالم للشباب مصر بطل أفريقيا مصر رابع العالم في أولمبياد توكيو وسبع العالم وطلع العالم فأنا شايف أنجزات كرة اليد متواصلة جيل مع جيل بيسلم جيل الاتحاد بيمشي الاتحاد اللي بعده بيكمل ده اللي منجح الاتحاد كمان الاتحاد عنده أنا شايف أن الثقافة بتفرق في كرة اليد عن كرة القدم في كرة اليد برضو الثقافة والمن ثلاثة شوية بتفرق جدا عن كرة القدم كل الاتحاد بييجي عنده خطة واضحة بيكمل على اللي بعده محدش بيردم زي ما بيحصل في الكرة دي نقطة قويسة قوي على فكرة نحن مش هنعديها كده يا سي نقطة قوية طبعا جدا في كورة القدم كل واحد بيجي بيشيل القديم ويجيب الناس الجديدة ويبدأ من جديد ويبدأ يحط استراتيجية جديدة وستراتيجية في بعض الأحيان بني بقى مش فاهمينها يعني دي حقيقة ما بقاش في دراسة أنا شايف أن في اتحاد الكورة في حاجة كتير جدا بيافة تخبط وده حصل وده فرق جدا أنه مدرب جيه وفاجأة بعد أسبوع العشر تين منتخب للشعائيون المدرب منتخب للكبار لي مدرب كل ده بيكتمع مع بعضه أنه بيكمل منظومة النجاح اللي في الآخر بتحقق إنجزات للثلاث منتخبات مش المنتخبات أنا عايزة أسأله لك بقى ليه علي في كورة اليد على سبيل مثال وحنقرن بينها دلوقتي طالما احنا بنتكلم في اليد وكورة القدم ليه هنا بيحصن الاختيار بشكل كبير جدا للمدرين الفنيين ويبقى محترم وتبقى عارف انت رايح تعمل صفقة مع مين تحديدا وعلى نقيب كورة القدم بتجرب يعني معقولة منتخب بيجي اسمه بعدين ما يكملش ويجي اسم تاني وعين ما يكملش بعدين يجي اسم تالت وما يحققش المرجو تماما بعدين يجي اسم رابع يعني ليه ده التخبط ده حاصل عندنا ليه ما بيتمش حسن الاختيار من البداية يعني أعتقد ده شيء مشروع جدا إن كلنا كجماهير مصريين نطلب إحنا يا جماعة إحسنوا الاختيار من الأول يعني التخبط ده صعب قوي التخبط ده أنا زي ما قلت حدك كورة القدم غير كورة اليد أنا شايف إن كورة اليد مميزة عن كورة القدم لأن فيه منتاليتي فيه خطة واضحة وفيه ثقافة هو من باب أولى يبقى فيه في كورة القدم كمان المفروض بس في كورة اليد ده فيه ثقافة وفيه منتاليتي لأن كمان أولياء الأمور أولياء الأمور بيفر تابعنا عن كورة القدم أولياء الأمور في كورة اليد بيهتموا جدا بأولادهم في المعسكرات وفي البطولات وفي الأندية وفي التنقلات في دراسة لكل حاجة في خطة واضحة وكمان الاتحاد بيساعد على هذا الاتحاد بيساعد الأولى الأمور قبل ما يساعدوا للعيبة وقبل ما يساعدوا الاتحاد نفسه ده بيفر طبعاً عن كورة القدم وبعدين أهل الخبرة في كورة اليد فيه أهل الخبرة يعني الاتحاد اليد موجود لأ هو ممكن يخلي حد من برى الاتحاد يجيب مدرب من برى زي باروندو أنا شايف أن باروندو اللي جابه طبعاً كابتن عالاء السيد طبعاً ده يعني غاني عن التعريف طبعاً من نجوم الكورة اليد المصرية هو اللي جاب باروندو مصر باروندو دلوقتي شايفين احنا ثلاث سنين مع مصر حقق إنجازات كبيرة جداً قبل كان ديفيد ديفيس كان برضو اتحاد اليد كان جايبه كان برضو مدرب كبير فأنا شايف أن الفترة الأخيرة في كورة اليد المصرية آخر أربع سنين إنجازات تاريخية في كل المستويات وده ناتج عن الخطة وعن إن كل جيل أو كل اتحاد بيجي يكمل على اللي بعده في دراسة كبيرة في خطة واضحة ده اللي بيفرق أن كورة القدم بالأسف في كورة القدم ما فيش خطة واضحة كل واحد بيجي بيرمي على يعني بيشيل اللي قابله ويبدأ من الجديد يعني في أكتر الأحيان كده مش هنقول على طول بس في أكتر الأحيان في أكتر الأحيان كده وكمان الخطة ما بتبقاش لأهل الخبرة يعني الخطة الواضحة ورسم الخطة نتمنى أن يكون كابتن حازم وكابتن محمد بركاته هم أهل الخبر في كورة القدم في اتحاد الكورة الجديدة أنه هم يرسلونها مع المدرب الجديد طبعاً البرتغالي لمنتخب مصر إن شاء الله يقدم حاجة مميزة نحن لسه كلامنا في ملفات كتيرة بس سمح لي علي هنروح فاصل سريع جداً هنرجع نكمل مع حضراتك حدثنا لسه مستمر ومنورنا الأستاذ علي البحيري الناقد الرياضي ملفات مختلفة ورياضات مختلفة وبطولات أيضاً مختلفة بتقام على أرضنا بشكل محترف حقيقي بشكل محترف والنهاردة إن شاء الله كمان أستاذ علي عندنا افتتاح البطولة الدولية للسلاح وتقام في مصر وبيتم تنظيمها بشكل يعني الواحد بجد أنا مش ببالغ بس مش واخد كان على التنظيم الرائع ده والافتتاحات الدولية خاليني أقول على أرض مصرية خلينا نبدأ من الزاوية دي وأهمية هذه البطولة إنها بتقام وكمان برضو منتخبنا اللي بيشارك والشاهد تطوير في الفترة الأخيرة بشكل برضو ملحوظ جداً زي ما حديك قلت يمكن بطولة كبيرة جداً بطولة العالم للسلاح للكبار في سادة الكاهيرة طبعاً الدولي بمشاركة 200 أو 3 دولة أكتر من ألف لعب ولعبة بطولة كبيرة جداً أولاً التنظيم كبير جداً في البطولة البطولة دي مختلف عن أي بطولة كمان واخدت طبع الحضارة المصرية والفرعوني في كل جانبات الإستاد حتى في المنتجات اللي بتتباع لللعبة الدولية وحتى الوفود الدولية جوه الإستاد شرتات ومجات وحاجات عليها حاجات فرعونية وحاجات عليها شعار البطولة مؤثرة جداً حتى صلطة تدريب عليها عاملة زي المقابر الفرعنة حاجة كده يعني تاريخية حتى الأجانب كلهم مبهورين حتى الصحافة الدولية في أكتر من 25 صحفي موجود وكلات دولية موجودة في البطولة مبهورين جداً بالنظام اللي موجود وطبعاً مطبق فيها إجراءات احترازية كبيرة جداً غير أي بطولة تانية فيها طبعاً أنتجين تست الكل الوفود اللي بتخش ولازم بيكون في بريست بتتلبس في الإيد بعد ما بتعمل أنتجين تكون ناجدف ده بتخش تدقائرة من الفرش وده بيدل برضو على فكرة تانية الاحترافية خلي بالك من النقطة دي لأن البطولة متحددة من فترة طويلة بيتتزامن للأسف الشديد مع عودة القوفيد مرة تانية لو أنت دولة ما عندكش ما يكفي من التكنولوجي وغيره وغيره ومش هتقدر كنت هتلغيها وشوفنا دول كتيرة لغت بطولات عندها فده مؤشر عشان بس لما الناس تسمع بقولشك إحنا بنجامل إحنا مش بنجامل إحنا بنقول لحضراتكم الواقع اللي حصل فلا فيه تطوير كبير جداً في الأساليب كمان التنظيمية يعني شاهدناه التحاد دولي للسلاح طبعاً مهتم جداً بالإجراءات الاحترازية ويمكن غير أي اتحادات تانية فيه بطول كتير بتقمن غير إجراءات الاحترازية لكن التحاد دولي للسلاح يعني لازم يكون فيه إجراءات احترازية ما فيش حد بيقل على الماسك لازم يكون فيه أنتجن تاستل كل الوفودة اللي موجودة أي حد يبخش حتى الناس العاملين جوال الأستاذ فيش حد بيخش كده طبعاً وزارة الصحة بتقوم بمجود كبير مع الاتحاد المصري طبعاً برئاسة المهندس عبد المنعم الحسيني اللي هو فعلاً بيقوم بمجود كبير جداً ومطور لعبة السلاح واتحاد السلاح الإنجازات في الفترة الأخيرة أنا شايف إن إنجازات كبيرة جداً لمنتخب السلاح دورة البحر المتوسط جبنا زهبيتين في السلاح للزياد السيسي ومحمد السيد أول مرة في طاريخ مصر بناخد ذهب في البحر المتوسط فأنا شدت طبعاً ده غير أولمبياد توكيو كان فينا نتائج مشارفة جداً كنا قريبين من ميديليات كمان في السلاح ده غير طبعاً مطلط أفريقيا ومطلط العالم وكل الأكاس العالم مصر بتاخد في كل البطولات في السلاح ميديليات سبق ذهب أو فضة أو برونز فطبعاً ده تطور جويل اللعبة السلاح المصري وطبعاً ده مجهود الاتحاد المصري وطبعاً بدعم وزارة الرياضة واللجنة المصرية فأنا شايف إن اللعبة تطور كتير جداً جداً في مصر وإن شاء الله نأمل إن يكون في ميديليات لمصر في هذه البطولة إن شاء الله كمان في باريس عشرين عربعة وعشرين نلاقي تطوير أو تطور ملحوظ كمان في حصدنا للميديليات مختلف هنا الرياضات ده يمكن اللي قاله رئيس تحدي السلاح عب مانا من حسيني قال إن إحنا بنوعد إن يكون في ميديليا في باريس كنا قريبين في توكيو من ميديليا لكن في باريس بنوعد وطبعاً دكتور أشهر صبح وزير رياضة قال إحنا جبنا ست ميديليات في توكيو إن شاء الله أقل حاجة يبقى في عشر ميديلات في باريس بس أنا كنت عايزة أختم معاك بطبعاً استضافة مصر للبطولة العربية للسلة لكن قبل ما أروح للنقطة دي معلش بما إحنا دقرنا يعني أولمبيات باريس عشرين واربعة وعشرين إحنا عندنا كوادر عظيمة في رياضات كمان الفردية وإمكانيات محدودة أنا هقول محدودة معلش لأن هي فعلاً إمكانيات محدودة بتوصلك ليه ميديليات ممكن برونزية وفضية ووصلتك برضو للذهبية تاني بإمكانيات محدودة تخيل بقى علي لو إحنا عندنا الإمكانيات الزيادة أو المطلوبة إحنا ممكن نوصل لفين وإمتى ممكن أنا أوصل البطل بتاعي في أي رياضة وتحديدنا كمان لو هلتكلم عن الألعاب القوة لأن إحنا استضافنا منهم كتير جداً وأنا بحب أتكلم بمنتها الشفافية كان فيه ناس عندهم مشاكل مع التمويل المادي فحسب بقى الاتحاد والبطجت والكلام ده كله بس بي فيه معاناة برضو تخيل لو ده نعكس وزي ده أصلاً يتحل أنا شايف أن دعم الاتحادات سواء من مزارة رياضة أو من لجنة المنباق أو من الدولة المنصرية مهمة جداً للأبطال مزارة العربية إحنا عندنا مناجب دهب في الألعاب كلها في كل الرياضة وفي المحافظات فيه ناس أنا بشوف لعيبة مثلاً ما يكونش حد يعرفهم خالص في رفع الأسكال بيتدربوا في بدروم بيتدربوا في جراش وبيهض الدهب فالناس دي لازم يهتم بيهم لازم نوفر لهم كل إمكانيات لأننا فعلاً في مصر عندنا موايب مدفونة تستحق الاهتمام والمتابعة سواء إعلامياً أو سواء حتى مدياً ومعنوياً الناس دي محتاجة طبعاً مجهود كبير جداً أنا شايف كمان أن الفترة الأخيرة مصر بدأت تهتم جداً بالألعاب الفردية كلها طبعاً أكيد فيه مشكلات في الاتحادات أو في بعض الألعاب وفيه دعوة تشتكي وكده لكن أنا شايف أنه لازم يكون فيه اهتمام التطوير أكتر من كده لكن فيه ناس بيبقاش على العين وفجأة بيهدوا مدلات كبيرة وفيه اهتمام إعلامي بعد كده بيهم لكن طبعاً لازم نتعمل بالبداية بالناس اللي يهمها الوعادين زي مثلاً مشروع البطل الأوليمبي اللي معمول مع وزارة الشباب أنا شايفه أنه بدأ يؤتي سماره كتير جداً بزاة فرافة الأسكال وده بقى دابان جداً في البحر المتوسط وليسه طبعاً في كل الألعاب هيعمل الشغلة أكتر وده ده اللي احنا بنتكلم فيه التطوير وإن احنا نتابع مش بس نطور نطور ونتابع عشان نحصد سماره ده مدليات وإنجازات رياضية المصرية في كل الألعاب دي حقيقة جداً علي نورتيني بجد والله فكرة جميلة جداً وحننقبلك تاني بإذن الله لأن فيه طبعاً واستجدات وخاصة بالبطولات اللي بتقام حالياً يعني وعايزين نعرف برضو إيه الجديد نورتيني وإن شاء الله نشوفك في حلقة جديدة شكراً لك نروح فاصل سريع جداً وحرجع مع حضراتك علشان هتنورنا بعد كده دكتور ريهام العراقي زي ما كنت بقول لحضراتك كل حلقة أو كل فقرة معها بتحمل يعني ملف مختلف في الصحة فاصل ونرجع نكام